بمناسبة اليوم العالم للطفولة قام الأعضاء المنتسبون لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية بصب مبلغ 20 مليون دينار جزائر في الحساب الذي وضعته الدولة الجزائرية خصيصا لمجابهة تفشي كورونا فيروس وذلك في البريد المركزي بالعاصمة المبلغ الذي تضمن مدخرات الأطفال المنتسبين لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية كمساهمة من الطفولة للمرضى المصابين بكورونا فيروس كما قلنا مبلغ 20 مليون سنتيم هكذا التفاصيل رصدتها الزميلة رحمة حملات بمناسبة اليوم العالمي للطفولة قمنا اليوم بصب المبلغ الذي جمعه أبناء قدامة الكشافة عبر ربوع الوطن هذا المبلغ الذي جمعه أبناء القدامة الكشافة بلغ 20 مليون سنتيم كمرحلة أولى وهذه العملية تبين أن أبناء قدامة الكشافة دائماً راهم حاطين يد في اليد في الوطن هو المبلغ لا يهم ولكن تهم المبادرة كأطفال قدامة خاصة أنه الناشاط توقف حبوا يبادروا وحبوا يقولوا نحن موجودون هنا لكي نساهموا كأطفال في يوم من العالمين ترجمة نانسي قنقر